هياكم الله جميعا مع الدرس التام من أسر بلندر وهنتكلم عن بعض التبس والتريكس الخاصة بالموديلينج أول شيء لو عندنا كيرف زي نكرر عنصر معين على الكيرف بساطة أول شيء نضيف الري للعنصر سوى كيوب أو أي عنصر ممكن يكون صور ممكن يكون أي موديل وليكن 26 وهكذا نضيف كيرف طيب قبل ما نضيف الكيرف نتأكد من حاجة نتأكد أن الأورجين اللي هي العنصر على بداية الخط هكذا أو نطبق الأورجين set origin to street cursor نطبق الأورجين مع العنصر مع الأورجين للكيرف يعني باختصار أن العنصر يبدأ مع الكيرف يبدأ على نقطة الأورجين للكيرف نضيف بعد كيرف ونختار طبعا نجغل كيرف واحد هكذا طبعا ممكن نعمل الأنيمية للكيماديات ولكن نفس الموضوع ده ممكن نستخدمه في الموشن جرافيك هنجد أنه بمتد على امتداد الكيرف بداية كده بساطة زي نعمل أن عنصر يبقى follow للباس في طريقة تانية هتكون في درس قادم ولكن ده ابسط طريقة عن طريق استخدام الري موديفاير النقطة الثانية ولكن عندنا كيوب هكذا في عندنا حاجة اسماريب لو ضغطنا في في الاكس فبيحصل فاصل هكذا طيب احنا عايزين الفاصل ده يكون فل فالط في في الواي هكذا وجي في زد إذن في حاجة عندنا حاجة اسماريب فل عن طريق الت في بدل من في الت في في الواي وجي في الزد هكذا طيب ممكن نستخدمها فيها ممكن نستخدمها مثلا وليكن لو عندنا سلم اسكيل في الواي روتيت حول الاكس نضيف وليكن اتناشر ممكن نستخدم او نعمل سيلكت لكل الاتجز هذه الاتجز ونعمل درجة السلم عن طريق نضغط الت في في تجاهز زد نفس الفكرة هكذا طيب ده كده باختصار ال شادو ربفل اول شي هضيف هنا وليكن فلور بلين هكذا وسكيل وهقول ان الفلور ده في البروبرتس هنا ده عبارة عن شادو كاتشر بس كده كده هيلتاكت الشادو ممكن اضيف هنا اه طيب دلوقتي انا ضفت ال وغيرت ال بحيس يكون بحيس يكون الظل تسعين تمام دلوقتي في عندين الكاميرا وهعمل رندر ترانسبرانت هنا في الفيلم ترانسبرانت وعمل رندر كتست طبعا ده الرندر النهائي طبعا هين اللي كيوب ممكن انشيله يعني مفترض كنت حزفه ايا كان دي النتيجة عندنا البينجي هضيف طبعا هنا هضيف ويت باجراوند وطبعا الكيوب ده افترض كنت نتحذفه فنحذفه طيب ده كده 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 نستخدم او نضيف ويت باجراوند عن طريق الشاد وكاتشر وهندين ننزل وطريقة ده كنت نستخدمه فيه البروداكت رندر طيب النقطة الرابعة نقطة الرابعة مثل نعمل موديلنج لماثماتيكالفونكشنز او نعمل موديلنج لماثماتيكالفونكشنز او كادوكوريتد بمعنى اصح في عندنا حاجة اسمه اكسترا اتكلمنا عن اكتر مرة اكسترا مش هضيف دلوقتي عندي هضيف مش اكسترا في عندي فونكشن ماس فونكشن اكس واي زي ماس وبيظار عندي اشكال هكذا في طبعا ممكن ان اجرب اكتر من فونكشن فده كده عندي هذا الشكل طبعا الاشكال ديت معقدة يعني بالطرق العادية هيكون صعب ان ننفذها فممكن نضيف هنا مثلا بيفل هنا الفيو بورد تمام بعد كده ممكن اضيف في عندي في الماس فونكشن ها في عندي وليكن هذا الشكل ها في اشكال ها في اشكال المنت في ماش في انتيريور سين ممكن نضيف هنا وليكن اسموز شايدنج ديت ممكن طبعا تنفع مثلا تابل طبعا اناعكسها ها كذا وطبعا ها هنضيف الليجز فكل هزي العناصر هتبقى هكذا كل هزي العناصر ممكن نستخدمها كالدوكوريتف المت ده كده كان ملخص درس اليوم في الوصف هترك لينك تحميل بلند فايل ولينك كورس بلوك ديزاين اكتر من تاتين ساعة تشترح تصمو نتاجات بلغان جزدية على موقع ادومي ترجمة نانسي قنقر